قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية الثانية والثلاثين حققت المرجوة منها وأن قرار عودة سوريا يعد من أهم قراراتها وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للقمة أن الاجتماعات كانت سلسة وهادئة مشيرا إلى أن عودة سوريا تحمل رمزية واضحة بأن العرب يريدون أن ينخرطوا بقوة لحل الأزمة السورية هذه القمة اتصفت بصفة واضحة للغاية وهو التوافق لقبل القمة وخلال عمليات القمة وفي خلاصتها الاجتماعات كانت اجتماعات سلسة وهادئة ولعل الجميع لاحظوا أن القمة ما استرخدشه فترة طويلة في بحث هذه القرارات ولا الاجتماع الوزاري ولا حتى اجتماعات المندوبين القمة صدر عنها بعض القرارات الهامة أهمها في تقديري هو القرار الخاص بعودة سوريا له رمزية واضحة للغاية اتصالاً بموضوع عودة سوريا فوضح لي شخصياً أن هناك رغبة وعزمة أكيد أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر